أهلا بكم مشاهدين مجددا في فقرة ديف الغرفة الحديث اليوم سيكون حول ظاهرة تنتشر بكثرة خلال فترة الاختبارات أين تؤثر على تلميذ الممتحن وحتى الأسرة ككل اكتئاب الامتحان يعد خطر يهدد استقرار تمدرس أتلاميذ وللتفاصيل في هذا الموضوع نستضيفون في البلاتو الأستاذ سمية قصيرة خصائية نفسانية واجتماعية أهلا بك معنا شكرا زهر على الدعوة صباح الخير صباح النور أستاذ سمية قبل الحديث عن الاكتئاب الذي يتزامن مع فترة الاختبارات هل حدثتنا أو هل القلق من الامتحان يمكن علاجه؟ أكيد نحن كنت تكلمو على القلق من الامتحان نتكلمو على درجات إن درجة صغيرة منتع القلق منتع التلميذ يكون قلق شوية هذه الإيجابية هي التي تحفزها باش يراجع باش يشتهد بسكلمو كما كاشقا على القلق ما يقدرش يشتهد ما يقدرش يدير ديزيفة نحن كذلك القلق الصغير مليح يعني يحفز المشكلة كي يكون القلق يعني مرتفع شوية ويأثر ويسبب أعراض جسمية كبيرة يأثر على التلميذ يأثر على العمليات العقلية نتاعه يأثر على التركيز ذاكيرا الانتيبة يعني كل هذا الشيء فهنا ريح تأثر له على الأداء نتاعه والإنتاج نتاعه الدراسي كثيرا ما يتحول قلق الامتحان إلى فترة من الاكتئاب فترة كأبة وحزن تصاحب فترة الاختبارات طوال فترة الاختبارات يعني أصدى سمية قصير هل وضحت لنا مفهوم الاكتئاب؟ نعم أول شي نعرف الاكتئاب الاكتئاب وشنه هو؟ هو اضطراب ميذاجي يشعر في هالشخص بحزن شديد يكون يعني حازين يكون يفقد الاهتمام بالحاجات اللي يكون حبها يفقد المتعة بالحاجات اللي يكون حبها يعني تجيب له حاجة ما تفرحوا كما قولوا الحاجة اللي يكون يصيب فيها متعة مثلا الأكل ولا الخروج مع الأصداقة ولا فحاجة اللي ما تفرحوا هنا يعني الشخص رأه مكتئب كذلك عندنا اضطرابات في النوم يعني النوم التاعه مضطارب سواء يرقد بزاف ولا ما يرقد شقع ولا النوم التاعه متقطع يعني كثير من التلاميذ يقول لي ويرقدوا بزاف نشوفوا هذك الطفل ولدنا راهو راقد غالق الباب على الغرفة تعهو راقد 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 هنا يعني عالمة من علامات الاكتئاب علاش راهو راقد وكأنه راهو يعني ينفاصل على وكأنه هروب من الواقع يستسلم لهذاك يعني الدورس اللي عنده والأمور اللي لازم يديرها يعني يلجأ إلى النوم ويكون حازين نشوفوه يبكي بزاف نشوفوه ينعازل كيف يعرف الشخص أو التلميذ اللي هو يمر بحالة اكتئاب يعني نقدر نقوله باللي هو وارا هو حازين بزاف يحس باللي حاجة ما تفرحوا الحاجة تقع لي كان يديرهم وكانوا يفرحوه ما يفرحوهش العزلة الوحدة الاضطرابة حتى يولي ماء الشاهية فقدان الشاهية يولي في الماكلة يا يفقد الشاهية قع يولي ما يأكلش يعني حتى احنا الأسرة لازم ثانيك تهتم بهذا الشي نشوفوه نشوفوه النوم نشوفوه ثانيك الأكل نتاعه بلك يولي ما يأكلش ولا يأكل بزاف يعني شعرها في الأكل يعني يا هك يا هك كاين كذلك قلنا باللي العزلة يولي ما يولي ما يحضر معه تاواحد بالنسبة للمراهقين نصبوه في بعض الأحيان نوبة تتعال الغضب تهيج نشوفوه باللي يتقلق على والو يدير نوبة غضب على جال والو نشوفوه نشوفوه لماذا يرى هكذا وماذا هي الحالة التي يرى ههه يمر بيها تحدثنا عن الاكتئاب الذي يمر به تلميذ خلال فترة الاختبارات كيف يعرف الأولياء أن أبنائهم يمروا بفترة اكتئاب فترة اكتئاب الاختبارات نعم ونحن ذكا هذا التلميذره تكلمنا في البداية على القلق هذا القلق نعم تلميذر القلق القلق هذا إذا زاد والتوتر والضغط يعني كل هذه التراكمات تقدر تطور وتوصل إلى اكتئاب يعني في البداية تكون قلق خفيف ومن بعد الضغط والقلق هذا يزيد واللي ما يقدرش يدير مشاعر القلق هذك خلاص يتشتت يتشتت الانتباه تاعه والذاكيران تاعه إلى آخر يقدر يوصل إلى مرحلة الاكتئاب وكأنه يستسلم وكأنه خلاص ما قدرش سيبان يستسلم للأمر الواقع ومن بين الأسباب عندك ذلك الأفكار الأفكار على نفسه الضغط اللي يديره على نفسه ولا الضغط الممارس عليه ستدير إذا دار توقعات جد عالية يقول بلي لازم نجيب المعدل فلاني وشاف هو روح بلي ما قدرش يوصل ولا ملحقش كذلك عندنا شعور بتأني بضامر بزيف يوصل إلى الاكتئاب شعور بلوم الذات يلوم في نفسه غير يلوم غير يلوم ما قرأت ما درت اللي عليا كنت حب نقرأ كثر وملحقت يعني هذي يلوم في نفسه في بعض الأحيان كذلك لو من الآخرين ما قرأت ما يلزم عم كامل ونتاة تمسخر عم كامل ونتاة تلعب هنا هذا ثاني وهو ممكن يكون در الجهد يعني قام بجهد ولكن هذه التوقعات الكبيرة من الضغط على العائلة تسبب له هذا الضغط فهنا يقول لك خلاص ما نجيب أفكار سلبيا يعني حان نفشل ما نجيب المعدل المليح أو المعدل اللي رمحه بين وهو ما نجيحن في الرحم سأخذي العائلة نتاعي يعني يستسلم ويكتائب ويحزن ويوصل إلى الاكتئاب نعم كذلك كثير من الأولياء يدخلون في حالة اكتئاب خلال فترة الإختبارات كيف نشخص هذا الأمر؟ نعم حتى هما يقولون ثاني كيف كيف كارهين الحزن بوكة يعني في بعض الأحيان والعرفس إكتزاجيري للعائلة كيف تكون في حالتها النفسية في هذا الوسمو والتي تأثر بالسلبة على التلميذ ذوك الأولياء يكونوا هكذاك وكارهين وربما هذيك الأم تقدرش تدير المهام التحها في المنزل وغير تبكي وغير تخمم وغير راقدة دونك هنا هذي ثاني كراه يتمر بمرحلة اكتئاب الفعلان نعم تحدثنا عن بعض الأسباب التي تتسبب في حدوث اكتئاب الامتحان حدثنا عن بعضنا لو تفاصل أكثر في هذه الأسباب وكيفية الخروج من حالة اكتئاب الاختبارات التي غالبا ما تصحب تلميذ طوال فترة الامتحانات نعم احنا كي قلنا تكلمنا مقبلة على الأسباب هدرنا بزاف على الأفكار سلبية الأفكار سلبية على نفسه ولا الضغط الممارس عليها الأفكار اللي يعني يحلق على نفسه للآخرين كيفاش نميشوف فيه الآخرين إلى آخره فاحنا يا كل هذي الأفكار وش هتعطينا تعطينا مشاعر سلبية أفكار سلبية تعطينا مشاعر سلبية أكيد مشاعر سلبية نتاع الحزن نتاع قلق نتاع اللوم نتاع تأني بالضامير إلى آخره فاحنا يا كنجي ونشوفو يعني أول شيء الوعي بالمشاعر نتاعي يعني تلميذ يكون واعي والعائلة تقدر تعاونه في هذا النقطة بأنه رأي يمر بمرحلة ولا بحالة نفسية يعني صعيبة نوعا ما فيكون واعي وش رأني نشعر عندي حزن ولا خوف من المستقبل تأني بضامير إذا عرف أنا نلوم في نفسي مثلا وعني نقول ما قريت وحكذا وحكذا إذا عرفت يعني المشكلة رأني حنقدر نحلها هذا كل لوم عندنا تغيير الأفكار هذه سلبية نشوف عوض نركز على سلبي على وش ما درج مثلا أنا قريت 60% 40% ما قريت هاش أنا نروح نركز على هذيك 40% ما قريش وما درج وكذا علش ما نركزش على الإيجابي على وش درج نروح نركز على المواد اللي رأني فقط فيهم رأني متمكنة منهم مشي بسكوتي الميذي رأني ركز غير على ناقائس وش ما هي ما قريش هذه المادة ما خلاص ومبعد يقول لي في أفكار كارثية وتوقعات جن سلبية ما درج هذا الحاجة ما كل شي حيروح وكل شي حي يفشل فهنا نركز على الإيجابي العائلة نتاعة وثانيك تقدر تعاونوا في هذه النقطة في تغيير هذه الأفكار السلبية نتاعة درت اللي عليك قريت كذا درت المجهود اللي يلزم دير ثقة في نفسك تقدر تعاونوا أيضا تتفكروا في المراحل اللي يجوزها من قبل مراحل صعبة وجازها كان عندوا الإمكانية كانت عندوا لكي تقدر تعاونوا في هذه النقطة تقدر تعاونوا في تغيير تلك الأفكار بش يتغيروا المشاعر يعني العائلة تلعب دور كبير في هذه النقطة بس كنت تلميذ نجي ونشوفوا راهو صغير يعني ما راهو مراهق ما يقدرش يخرج روحو من هذه الحالة فالعائلة تعاونوا في هذه النقطة نعم بما أنه الاكتئاب هذا الاضطراب النفسي الذي يسبب حزن وكأبى دائما هل يؤثر هذا على التلميذ وعلى دراسته على مساره دراسي طبعا نحن عندنا من الأعراض الاكتئاب عندنا من الأعراضه العملية العقلية تتأثر وشنه هي العملية العقلية اللي هي التركيز الذاكرة والإنتباه سوف يقول لي ما يركز ما مكي يجب القراية نتاعه ما يقدرش يركز ما يقدرش ينتابه مع المعلم نتاعه المدرس نتاعه وكذلك الذاكرة يقول لي ينسى فهناك شغل وكأنه راهو في حلقة مفراغة شغل تقنيب ضامر وخلاصه ومقلوته وافكار تلبية وتوقعات تلبية تخليه تأثر له على نفسيته وخطة اللي يكتئب الاكتئاب من أعراضهما العملية العقلية تتأثر والذاكرة يعني التولي ما عنده شفاء ينسى ينسى يزيد يشعر باللوم يشعر وينب في ضامره وكذا وهكذا يعني شغل حلقة مفراغة هذ الحلقة لازم يخرج منها لازم نكاسيوها لازم نخرج منها بكما قلنا التغيير تلك الأفكار عدنا كذلك نقدره في هذه النقطة بالنسبة لإكتئاب بس كل إكتئاب عدنا بزاف عرض تعلق الخمول تعلق الكاسة التلميذ يكون خلاص غالنتيس مون بسيكوموتور يولي ثقيل يولي الجسم التاعو ثقيل كما قلنا مقبلة يرقد بزاف ما يقدرش ينشط فهنا في هذه النقطة ومن بين العلاجات تعلق الإكتئاب نركزه على هي طريقة علاجية نحن نقولها الترابي كونيتيفو كمبورتمونتال اللي فيها الاكسيفاسيون كمبورتمونتال يعني نشطه السلوك نتاعو كيفاش نشطه نبحثه عند هذك التلميذ وشنهما الحاجات اللي كان يديرهم وكان يتمتع بيهم مثلا يقول لك كي كنت نخرج مع صاحبي حكا في الليل ولا 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 مع الحشية كنت نخرج معها نقصره شوية كنت نفرح فيها فهذهك بالذات ما نقولولوش لا لاك تقرى ما تخرج هذك بالذات يقدر يديرها يلو كان يعني لوقت معين نص ساعة ولا أربع ساعة ولا فهذهك روحة يتمتع فيها وكي يتمتع فيها روحة يعني المعنويات ترتفع نعم ونشاط نتاعو يزيد ما يقعدش في هذا الكسل وكي يعني المعنويات تتاعو ترتفع يدير ثقة يبدأك شغل يبدأ يحس بلوزيليت يحس بلوزيليت بس كي في الاكتئاب يعني أفكار جد سلبية نتاع مراهو يصلح ما نصلح لولو يعني حنخذ العائلة تاعي ما نشح ننجح إلى آخر في يبدأ يحس بلوزيليت يتاعو وهكذا يعني هذه طريقة نعيط لها تنشط السلوك فيبدأ غرب العقلب ولكن بدأو نحوثو على سلوك اللي يعني يهم ويحبو نرحوش نقولولو دير هذي ولا دير هذي هو ما يحبش مثلا يحب مثلا يخرج يشري مثلا يحب يشوف تلفاز يعني أي حاجة كانت تفرحوا من قبل يقول لك نعم ما نشحب نديرها بس ك ما نشحب نخرج ما نشحب نشوف تلفاز لا لا نديرها كعلاج ما نشح نديرها للمتعة كعلاج وهذه الخطوة الأولى هي اللي تعطينا المتعة وتعطي له المتعة باش يبدأ بالعقل بالعقل يعني يخرج من هذا الحلقة المفرغة ومن هذا الاكتئاب اللي رأوا فيها نعم يعني هذه الخطوة تعطينا متعة وحتى انطلاقة جديدة اكزاكت نعم أستاذة سومية يعني كيف أو ما مدى أهمية مساعدة الأسرة للطفل أو التلميذ الذي يشعر باكتئاب الامتحان نعم عندها أهمية كبيرة مراهق ما يعرفش صلاحه ما يعرفش وشنه هي الحالة اللي راهوا فيها يعني احنا كنت كلمو على جلد راشد كيكون في الاكتئاب وراه لازم له مساعدة ما بلوك يعني مراهق اللي راهوا أزمة المراهقة ونزيدوا لها الضغوطات تنتاع الامتحانات ونزيدوا لها الاكتئاب فعندها أهمية كبيرة يوقفوا معاه خاصة خاصة يبينولوا باللي ما هي النقطة ولا النتيجة اللي راهي حتهمهم فس هو هو أفكار وقعوين في كيفاش يشوفوه نعم كيفاش النقطة أو العلامة العلامة وكيفاش يشوفني العائلة نتاعي وكيفاش يشوفني المجتمع راني حنكون يعني سأخذلوا الجامع يعني هذه كيفاش يشوفني المعلمين نتاعي لانك هنا بالذات يعني يعني عزولوا ثقة في نفسه انت لا لا درت اللي عليك جبت جبت ما جبت ما جبت تقعد وليدنا بس هناك شغلوة كأنه انت مهدد يشعر بالتهديد لازم نفرولوا هذاك الامان نتاع نقطة بارك نتيجة فقط ليقضل كين بزاف فورص وحد اخرى ما زال عامل جاي وهذه إلى يعني منجح ما زال فورص وحد اخرى ليقدر يعني يستدرك فيها هذا المشكلة وستاذ سوميا وكيف ندعم التلميذ خلال فترة الاختبارات نعم كما قلنا نوقف معاه تعزي ثقة بالنفس نفكره في تجربة الإيجابية دايما يعني دايما عندي وليدي راهو قدامي نقول تتقدر تتوصل نفكره في حاجات ربما في الدراسة ولا في الحياة اليومية تتجربة هي صارت له ربما في الرياضة نجح فنفكره هذي باسكو علش كين فكرو في الكمبيتنس توعو راهو حا يعود يكسب الثقة في نفسه يعني خطوة إيجابية يعني أنه في النشاطات التي اهدرنا عليهم مقبلة يشجعوه يذهب الدير ويخرج مع صاحب لكن لكي نفهم في هذه النقطة أنت على عائلة بالنسبة لهم لا يوجد الوقت يجب أن يكون مخصص إلا للدراسة لا يستطيع أن هذه الحاجة ستكون نيجاتيف عليه فإذا قسم وقته يهتم بنفسه يهتم بالأمور اللي يحبهم ومع هذه النشاطات يزيد يخص وقت للدراسة سيكون كين توازن ما بين يهتم بنفسه وما بين يهتم بالدراسة التي ويقدر ينجح نعم نفترض أنه هنا تلميذ يعني يعني من حالة اكتئاب الاختبارات كيف نخرج هذا التلميذ من هذه الحالة أو كيف نعالج هذا الاكتئاب الاختبارات نعم نبدأ مع هذا التلميذ نشوف أفكار ويخمم نقدر نعطيكم حالة في هذه النقطة جتني تلميذ على حجوز الباك يعني في الامتحان التجريبي هذا يهد تعل الامتحان الباكالورياء التجريبي استسلمت وما راح ما قدرت تروح هنا شفنا باللي كانت في اكتئاب ومباد استسلمت خلاص هذا الاستسلام هرب من الواقع باش ما نروح ما نفشل ما نخذل العائلة نتاعي فكت قربت منها وقدرنا وشفت باللي خايفة بزاف من ردة فعل الاولية متحة لكهما ميس النوفية داروا مجهود خلصوا لليكوخ ووقفوا معي خلصوا بزاف دراهم خلصوا ووقت كبير معي سنة وانا هكا في النهاية نروح من فرح همش دونك شغل بزغط بزغط وممت عندها من العائلة التحة أولادها وليد خالتها وبنت خالتها يعني هكا مجموعة من التلاميذ اللي من الأقارب التوحى اللي ثاني يجوزوا فهذا ثاني يسبب بزغط بسك هناك مقارنة لكي تعرف فالك مقارنة كين وليد خالتك وعلى شجم انتي ما جبتش فهنا هذي الأمور قاعد ندرسوها نتعاملوا كذلك مع الأولية باش يخفوا هذاك الضغط باش يخليوها تقرأ مرتاحة فباد في النهاية خرجنا بخلاصة نتحت تروح ومعليش ما تجيبش يعني تروح يالو كان تروح بس كحنا خلاص استسلام للمكتئب يقدر يوصل للاستسلام يعني في معظم الأحيان يقول لك ما نروحش كين بزاف لي ما يروحوش يستسلام يقول لك أنا تجنب يتجنب كعلا فالخلاصة خرجنا بأنه تروح وهذا اليام المتبقية يبقى للباكالوريا وقل ثلاث أسابيع فهذه الأيام المتبقية تقرأ يعني وش قدرت أنه هنا وش رانا نشوفه رانا نشوفه بلي صحتها النفسية والعقلية راهي في خاطر دونك احنا كما قولوا نديروا الأولوية للصحة النفسية والعقلية بما أنه لا تفصلنا عن حلول الامتحانات المصرية إلا أيام قليلة كيف نرافق أو كيف يرافق الأولياء تناميذ خلال هذه الفترة بالتشجيع بالتحفز الابتعاد عن التهديدات كي ينخفى لك شبالي حتى يوصلوا حتى التهديدات إلا ما جبتش يسرع لك هكذا تخويف والتهديدات نبتعدوا على التخويف التهديدات بس كذو ثانيك يقدر يكونوا سبب كبير في الاكتئاب نبتعدوا عن التهديدات والتخويفات نوفروا لهم الجو هذاك الآمن نتعى التشجيع نتعى تحزيز ثقة بالنفس نرفعوا له ثقة بنفسه نطمأنوا باللي تجيب ولا ما تجيبش يعني المهم الجهد المبذول بذلت الجهد هذاك هو الصح خلاص ما يهمناش النتيجة النتيجة إذا كتب ربي جبتها جبتها إذا ما كتبش ربي ما كتبش ربي نعم هل أستاذة سميا قصير هل من نصائح تقدمها للأولياء يعني لمساعدة أبنائهم للتلاميذ والأولياء لمساعدة أبنائهم ليتخلص من الخوف والقلق المصاحبان لفترة الاختبارات يعني أنا في النهاية وش نقدر نقولهم نقولهم باللي الصحة النفسية والعقلية حتى رهاب الامتحانات حتى الرهاب الامتحانات نعم الصحة النفسية والعقلية كأنا لأنك عولادكم هل أنتوا أولادك وقد أنهم لذلك أمام نتائج يعني كتجي ونشوفه مقارنة بصحته أو حي يكتئب ويدخل في حالة اكتئاب ومانش هفقه وانش يقدر يصره بس كل اكتئاب يقدر يوصل لنا لأفكار ما تخفالك شبالي يقدر يخمم في الموت بس كل اكتئاب سيوصل للموت يقدر يوصل الانتحار يقدر يوصل إلى تعاطي المخدرات وغصولة جاء هذك الاكتئاب رانا مع مراهق وغصولة جاء هذك الاكتئاب وهذك الضغط وهذك الاخر يقدر يوصل إلى تعاطي المخدرات إلى آخره فنقول لهم صحة نفسية والعقلية تعولتكم أهم من نتائج الدراسية شكرا الأستاذة سمية قوسير الأخصائية النفسانية والاجتماعية شكرا على كل هذه التوضيحات والنصائح التي قدمتها للتنميذ والأولياء شكرا لك زهر ألغف شكرا مشاهدين إلى هنا ينتهي معادي بكم مع فقر الديف الغرفة نلتقي بعد الفاصل